حبل بكم في الدرس الأول الأعداد من صفر إلى تسعمائة وتسعة وتسعين قراءة وكتابة ومقارنة وترتيبا النشاط الأول لنبحث جميعا شارك الأصدقاء الثلاثة في مباراة لرمي السهان فلشت ألف نحسب عدد النقط التي حصل عليها كل متسابق كما في المثال عائشة حصلت على كم من سهم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع دي السهان في المنطقة اللي كل سهم كيت تحسب عشرة دي النقط وكم من سهم في المنطقة اللي كيت تحسب كل سهم؟ مئة نقطة حتى سهم أما في المنطقة اللي كل سهم كيت تحسب نقطة واحدة جوجيا السهان لنك نديرو سبعة في عشرة زائد اثناني في واحد جوجيا السهان كل سهم كي يساوي نقطة واحدة سبعة في عشرة سبعنا زائد اثناني اثناني وسبعنا أحمد عنده سهم واحد منطقة دي المئة نقطة يعني مئة ألف واحد زائد عشرة واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة يعني خمسة دي السهان كل سهم كي يساوي عشرة دي النقط زائد كم من سهم المنطقة دي المنطقة دي النقطة واحدة واحد اثناني ثلاثة أربعة واحد في أربعة مئة زائد خمسونة زائد أربعة مئة وأربعة وخمسونة أما زينب قد نحسبوه عدد السهام لكل سهم كي يساوي مئة نقطة واحد اثناني دي اثناني في مئة أولا مئة في اثناني زائد واحد اثناني اثناني في عشرة زائد واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد في ستة ولا ستة في واحد مئتاني زائد عشرون زائد ستة مئتاني وستة وعشرون نقطة عائشة حصلت على ثنين وسبعين نقطة أحمد مئة وأربعة وخمسين نقطة وزينب مئتاني وستة وعشرون نقطة بقى نحدد الفائزة بعلامتي في البطاقة المناسبة بعد مقارنة أعداد النقط عائشة قلنا حصلت على ثنين وسبعين أحمد مئة وخمسين زائدنا بمئتين وستة وعشرين قلنا نقارن ثنين وسبعين ومئة ومئة وخمسين ومئتين وستة وعشرين أولا قلنا نقارن المئات نجد المئات مئة واحدة اثنين وسبعون بقى ما وصلتش مئة إذن مئتاني وستة وعشرون أكبر من مئتون وأربعة وخمسون أكبر من اثنين وسبعون زينب زينب هي اللي حصلت على أكبر عدد النقطة مئتين وستة وعشرين نقطة ثم نضع علامة هنا أفهم وأطبق أولا أكتب العدد المناسب في كل بطاقة من مئة حتى المئتان كاللحظة بأن كل تدريجة تسوي عشرة مئة وعشرة مئة وعشرون مئة وثلاثون مئة واربعون مئة وخمسون مئة وستون مئة وثمانون مئة وثمانون مئتين إذن قلنا مئة وخمسون نكتبوه مئة وخمسون ثم هذه البطاقة مئتان وخمسون مئة وستون مئتان وسبعون مئة وثمانون مئتان وثرون مئتان وثمانون ثلاثمئة 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 الآن نمشي 100 مئتان ثلاثمئة أربعمئة أربعمائة وعشر وعشرون وثلاثون وأربعون وخمسون أربعمائة وخمسون ثم خمسمائة خمسمائة وخمسون ستمائة أثبت تعلماتي سبعة وثمانون مئتان وثلاثة عشر بلنقرن هذين العددين كان قرن أولا لمئات جوجديا لمئات أكبر من صفر مئة يعني سبعة وثمانون بقي ما وصلت شمية إذن سبعة وثمانون أصغر من مئتان وثلاثة عشر لأن سبعة وثمانين بقي ما وصلت شمية رقم المئات فيها صفر ثم خمسمائة وتسعة وسبعون خمسمائة وثمانون المئات متساويين هذه المشيون العشرات سبعة دل العشرات ثمانية دل العشرات سبعة دل العشرات أصغر من ثمانية دل العشرات إذن خمسمائة وتسعة وسبعون أصغر من خمسمائة وثمانون تسعمائة وواحد ثمانمائة وتلاثة وتسعون كان قرن أولا لمئات تسعمائة وتسعمائة وتسعمائة وواحد أكبر من ثمانمائة وتلاثة وتعين العدد لنمبر الرقم با أحدد الفائز إذن أولا سنحسب عدد النقطة التي سجلها آزر عنده بطاقتين من نقطة وحيدة يعني جوج دل البطائق كل بطاقة فيها نقطة وحيدة خمسة دل البطائق كل بطاقة فيها عشرة دل النقاط أربعة دل البطائق كل بطاقة فيها مئة نقطة إذن بطاقتين دل النقطة وحيدة هي جوج وحدتين خمسة دل البطائق دل العشرة خمسونة خمسة دل العشرات أربعة دل البطائق دل المئة أربعة دل المئات عدد النقطة التي حصل عليها آزر أربعمائة وإثنان وخمسونة ثم نكمل العشرات واحد ناني ثلاثة أربعة خمسة المئات واحد اثناني ثلاثة أربعة قلنا أربعمائة واثناني وخمسونة اثناني زائد خمسونة الوحدات اثناني العشرات خمسة المئات أربعة أما تسليت فحصلت على ثلاثة دل البطائق كل بطاقة فيها نقطة واحدة يعني ثلاثة ديل لوحدات وخمسة ديل العشرات وربعة ديل المئات وهي أربعمائة وثلاثة وخمسونة ثم نكتب أربعمائة وثلاثة وخمسونة في المعدات واحد اثناني ثلاثة ثلاثة ديل لوحدات واحد اثناني ثلاثة أربعة خمسة خمسة ديل العشرات وربعة ديل المئات وهي أربعمائة زائد خمسون زائد ثلاثة أربعمائة وثلاثة وخمسونة سنحدد الفائز لنحدد الفائز سنقرن عدد النقطة التي حصل عليها أزر وتسليت أزر حصل على أربعمائة واثنان وخمسون تسليت حصلت على أربعمائة وثلاثة وخمسونة هذا القرن أولاً لمئات متساوين العشرات متساوين لوحدات ثلاثة إثناني إذن ثلاثة أكبر من إثناني أربعمائة وثلاثة وخمسون أكبر من أربعمائة وإثناني وخمسون الفائز هي تسليد ثالثاً ألون البطاقة المناسبة لكل كتابة بالحروف لكل عدد سبعمائة وسبعون سبعمائة وسبعة سبعمائة وسبعون كل لون هذا البطاقة سبعمائة وسبعة سبعمائة وسبعة رابعاً أحيط أقرب مئات إلى العدد المعروض في البطاقة أقرب المئات العدد 103 100 101 102 103 384 300 400 500 344 400 897 800 خامسا أتمم الثلاثل العددية بعد تحديد الخطوة 80 90 كل مرة نزيد 10 100 110 120 350 300 50 50 زائد 100 450 يعني كل مرة نزيد 100 450 زائد 100 550 550 550 زائد 100 650 650 زائد 100 750 750 زائد 50 800 زائد 50 850 زائد 50 900 زائد 50 950 96 زائد 2 98 زائد 200 زائد 2 100 زائد 2 زائد 2 104 سادسا ألون أكبر عدد بالأحمر نشوفوا أكبر عدد بالأحمر أكبر عدد لعنده أكبر رقم دي المئات 300 200 600 500 إذن 600 هو الأكبر 635 30 وأصغر عدد بالأزرق أصغر عدد هو 99 بقي مواصلش 100 أما الأعداد الخرافة كلهم عندهم رقم المئات ثابعا أكتبوا الأعداد المطلوبة بواسطة الأرقام المقترحة أصغر عدد من هذه الأرقام 6 1 7 أصغر عدد سيكون عندهم المئات أصغر العشرات أصغر أيضا ثم نكتبوا 7 في الوحدات 167 أكبر عدد سيكون عندهم أكبر رقم في المئات 7 6 ثم 1 761 أما أصغر عدد من هذه الأرقام سيكون عنده أصغر رقم دي المئات ثم أصغر رقم دي العشرات ثم 9 في الوحدات 459 أكبر عدد أكبر رقم دي المئات ثم يليه أكبر رقم دي العشرات ثم الوحدات 4 954 هو أكبر عدد من هذه الأرقام ثم أكتب العددين بالأرقام ثم أحدد الطفل الفائز بوضع علامتي في الخانة سجلت 606 سجلت 606 سجلت 606 وأنا سجلت 509 وتسعين نقطة خمسمائتين وتسعين نقطة خمسمائة وتسعين ثم نحدد الطفل الفائز فلنقرن أولاً لمئات ستمائة خمسمائة 6 دي المئات أكبر من 5 دي المئات وبالتالي هذه الطفلة هي الفائزة تاسعاً أقارن الأعداد بوضع الرمز المناسب 300 زائد 90 زائد 9 ثلاثمائة وتسعة وتسعون لنقرنها مع 400 لنقرن أولاً لمئات 300 أربعمائة 300 أصغر من 400 إذن 399 أصغر من 400 ثم 500 زائد 10 510 500 زائد 9 هنا عندنا 500 هنا 500 متساوي زائد 10 زائد 9 زائد 10 أكبر 200 وتسعون 200 وتسعون 200 وتسعون يساوي 855 700 وتسعة وتسعون 800 700 المئات أكبر 855 أكبر من 799 999 أصل كل صورة باللعبة المناسبة إذن باللعبة المناسبة من 50 إلى 100 من 50 إلى 100 من 850 إلى 900 من 850 إلى 900 من 450 أكبر من 459 و 470 أتمرين رقم 11 ألون البطاقة المناسبة للعدد المفكت 3 ديال المئات 3 ديال المئات و 3 ديال الوحدات وحدات لعشرات للمئات 3 ديال المئات و 3 ديال الوحدات لعشرات لشيء 303 واللون 303 8 رقم 12 أحيط العدد الذي يأتي مباشرة قبل العدد المعروض في البطاقة قبل 137 كين 100 304 كين 300 765 700 يعني 700 عاد كنجيو 765 300 301 302 303 304 ثم 100 عاد كنوصله 137 لكن خطنحيد مباشرة لماذا؟ لأن مباشرة خصنا يكون العدد 136 قبله مباشرة لما ندبر إلى دورنا على الأعداد لجي قبل من هذا الأعداد التمرير رقم 13 أكتب كل عدد في اللوحة المناسبة أريد عددا رقم وحداته أكبر من 6 لأنه يبغى واحد العدد رقم وحداته أكبر من 6 سبعة وتسعونة سنشوفوا الوحدات سبعة أكبر من 6 سبعة وتسعونة صفر أصغر من ستة خمسة أصغر من ستة واحد أصغر من 6 ثلاثة أصغر من 6 ثمانية أكبر من 6 ثلاثمائة وثمانية وتسعونة ثمانية أيضاً أكبر من 6 خمسمائة وثمانية وسبعون إثنان أصغر من 6 خمسة أصغر من 6 أريد عددا رقم وحداته أكبر من 7 رقم الوحدة الجيل أكبر من 7 7 يساوي 7 0 أصغر من 7 5 أصغر من 7 أصغر من 7 أكبر من 7 أصغر من 7 0 أصغر من 7 ثمانية أكبر من سبعة اكتبوا خمسمائة وثمانية وسبعون وخمسة أصغر من سبعة أريد عددا من ثلاثة أرقام أصغر من ثلاثمائة أبغى عدد فيه ثلاثة دل الأرقام الوحدة للعشرات المئات وأصغر من ثلاثمائة إذا نرى الأعداد فيهم ثلاثة دل الأرقام كين هذا، كين هذا، كين هذا العدد، كين هذا العدد، وهذا العدد، وهذا العدد أيضا إذا قد نرى الأصغر من ثلاثمائة الاصغر من ثلاثمائة كين مئة وستونة ثلاثمائة وثمانية وتسعون أكبر من ثلاثمائة سبعمائة وثلاثة أكبر من ثلاثمائة تسعمائة وإثمائة أكبر من ثلاثمائة مئتان وخمسة وأربعون أصغر من 300 578 أكبر من 300